دولتي عن سيب حرككم مع موجز لهم الأنباء بصحب زمنتنا ليندا عبداللطيف ليندا شكرا مصطفى التسعب بتوقيت القهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يواصل مطار القهرة الدولية اليوم استقبال رحلات الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام هذا ومن المقرر تسير ثماني رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة الحجاج بواقع ست رحلات عودة من جدة ورحلتين من المدينة المنورة لنقل ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين حاجة وصفت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة القوات الأوكرانية بطائرات مسيارة المباني القريبة من محطة زابوروجيا للطاقة النوية بأنها استفزاز وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزينتساف أن القوات الأوكرانية هاجمت المباني بمساعدة طائرات مسيارة بقضيفتين سقطت على مقربة من محطة زابوروجيا للطاقة النوية يصوت اليوم نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني لاختيار زعيم لحزب المحافظين ورئيس جديد للوزراء بديلا عن رئيس الوزراء المستقيل بورس جونسون وكان الحزب الحاكم في بريطانيا قد اعتمد القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات زعامة الحزب لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بورس جونسون وفي مؤتمر صحفي أكد رئيس لجنة 1922 للنواب المحافظين في مجلس العموم جرام بريدي أن القائمة تضم ثمانية مرشحين أبرزهم وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الخزانة ناظم زهوي بحث الرئيس الامريكي جو بايدن مع نظره المكسيكي مانويل لوباز في البيت الأبيض ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي وخلال اللقاء شدد الرئيس الامريكي على ضرورة معالجة الهجرة بصفتها تحديا مشتركة وصفاً المكسيك بأنها شريك متساون مع الولايات المتحدة وقال بايدن إن إدارته بصدد استكشاف سبل عبور المهاجرين قانونياً من المكسيك وأمريكا الوسطى للعمل في بلاده مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية منحت العام الماضي 300 ألف مكسيكي تأشيرات معقة للعمل في الولايات المتحدة أكدت القوات الجوية السريلنكية أن رئيس جوتاباير جباسكا وزوجته غادر البلاد إلى جزر المالديف وقالت في بيان أنه بموجب أحكام دستور وبناء على طلب من الحكومة قدمت القوات الجوية السريلنكية طائرة في وقت مبكر لنقل رئيس وزوجته واثنين من مسؤول الأمن إلى جزر المالديف أوصل المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية بتلقي المسنين والفئات الأكثر ضعفة جرعة ثانية معززة للمناع ضد فيروس كورونا وفي بيان قال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغا إن التوصيات المرحلية المحدثة حول استراتيجية تلقيح تأتي بعد تواصل ارتفاع الإصابات في المنطقة الأوروبية واضف أنه نظرا إلى تزايد الإصابات فإن الهيئة الصحية تؤيد إعطاء جرعة تعززية ثانية للأفراد الذين يعانون من مشكلات متوسطة وحدة في المناع ممن أعمرهم خمس سنوات وما فوق ولمخالطهم نهاية منغزة تسانع والاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر